إزاي أحمد الجندي ما كانش هيخش؟ عايز حاجة تشرحها ليه يعني أكيد الناس لازم تفهم إزاي الناس بتتأهل أو بتوصل عندك أربع لعيبة وإحمد الجندي لحاجة مدير يا فضية ما كانش هيخش إزاي؟ أشرح الحاجة إحنا عندنا التأهيل للأوليمبي جيمز صعب جداً في أي لعبة خلاص التأهيل ليه طرق ليه البوابة الخلفية اللي بنسميها التأهيل القري خلاص وده ما يوصلكش حاجة إحنا مصر بطرة أفريقيا وبطرة العرب في 3-4 الألعاب ما فيهاش قصة يعني فإنت ممكن تتأهل من تأهيل القري إذا إحنا ديها تأهيل القري الأول على القرى يؤهل طب إحنا الأوائل فيش مشكلة هوا في التأهيل الأولين نيجي للتأهيل الثاني خلاص هو الرنك العالمي الرنك العالمي لازم تخلص قبل الأوليمبياد بشهر بينزل الرنك الأخير بعد طلط العالم في الستة الأوائل على الرنك العالمي تتأهل من الرنك العالمي عندك بطلط العالم السنة بتاعت الأوليمبياد والسنة اللي قابليها الثلاثة الأولى على طوط العالم يؤهلوا تأهيل مباشر الرابع لأ في الفردي عندما من نهائي كاس العالم الأول بس الثاني لأ هذه طرق التأهل خلاص وطبعا فيه بقى الهوست كونتري نفسها لها مكان مضمون وهكذا فدي طرق التأهل احنا من الأول بنقول يا جماعة احنا مش هنلعب بطولة أفريقيا بالفريق الأول بتاعنا هنلعب بفريق النشيين وهنكسب تمام بنقفل الباب على الحتة بنقفل الحتة بتاعت إن أنا أتأهل فأريح لا أنا لو ما أتأهلتش من الرنك العالمي أو بطولة العالم فأنا أكيد مش هارفة نفس تمام فإحنا عندنا تأهلنا من كل حاجة يعني إحنا عندنا في الآخر قبل أوليمبيك جيمز اتأهلنا بأربع ولاد وتلعب بنات والكوتا الحد الأقصى للتأهل للأوليمبيك جيمز في الخماس الحديث لأي دولة هو 2 و2 فلما بيحصل بيتأهل بعدد أكبر اللي التحاد بيقع من حق أنه يختار مين اللي يسافر وده اللي كان في الخماس إحنا عندنا شريف نظير يتأهل من البطولة القرية خاد أول أفريقيا ثم عندنا أحمد الجندي خاد ثالث وطلط العالم اللي هي للكبار اللي هي قبل أوليمبيك بشهر فاتأهل تأهل مباشر وعندنا إسلام حامد وأحمد أشرف تأهله من الرنك العالمي اللي هو الستة الأوائل على الرنك العالمي يعني تأهلنا بكل حاجة واخترنا احنا الأقرب في هذا التوقيت للمنافسة الأقرب في هذا التوقيت اللي مخلصين بطلط العالم للكبار قبل أوليمبيك بشهر مخلصين في المركز الثالث والرابع فردي عام كانوا أحمد الجندي الثالث وأحمد أشرف الرابع وكان تصنيف العالمي بتاعهم أحمد أشرف في المركز السادس وأحمد الجندي في المركز التاسع في الرنك العالمي فهم دول اللي اخترناهم قلنا دول الأقرب للمنافسة على مدليات اللعيبة عندك ما بتزعلش اللي هي ما بتروحش اللوبياتي انت اختارت انت عجبني كلمة اختيار انت أكيد فيه لعيبة تانية ما بتغطيرش بتزعل احنا بنعمل حاجة ظريفة جدا برضو عشان أنا كنت لعب ولعبت الأولمبياد ولعبت طوات عالم فالحاجات اللي كانت بتزعلنا من الاتحاد وقتها لغتها كلها اللي هي مثلا كان الاتحاد يعمل ايه يعمل قياس بين اللعبت المنتخب قبل البطولة مثلا بسجوعين ثلاثة اللي الأول تانية هم دول اللي حيلعبوا انا شايفه دي طريقة متخلفة عقلية وهقول لحالك ليه لانك انت بترهق اللعيب بدلا ما يبقى البيك بتاع الأولمبياد بتخلي البيك بتاعه على البطولة اللي يدوبك يتأهل عليه واي بطولة بتلعبها بيحصل بعدها دروب مزبوط فيحصل دروب عندك في البطولة الأهم وتحط تحت اللعيب تحت السرس بلوش لازم احنا بنعمل حاجة مختلفة تمام احنا لا الاتحاد ولا المدربين ولا عضاء مجلس الإدارة ولا اي حد يقدر يختار مين لهيلعب يعني ايه يعني بنيجي قبل التصفيات المؤهنة يجي كل سنة في أول السنة نقول والله الهيلعب طوط العالم ادي كريتيريا هي خلاص هيحصل واحد اتنين تلاتة اربعة هنحسب الرنك المحلي بتاعنا ازاي من البطولات دي ده اللي هيحصل هناخد الأرقام دي تمام وهو ده يوم كذا خلاص من الطريقة دي رقم واحد اتنين وثلاثة هم اللي هيلعبوا طوط العالم تمام بس فما فيش أي تغيير تحت أي بقى مسمى حضرتك يعني ايه يعني لو لعيب سوري في الكلمة جات له إصابة مليش دعوة لو لعيب جات له ظروف مليش دعوة مفيش أي عنصر بشري هيتدخل لو جالك ظروف انا بعتبره انك انت المسؤول عنه انت لو جالك برد خلاص فعملت بطولة وحشة وحش انت المسؤول لو انت جالك برد دي ليه مناعة بتاعتك الضعيفة ما كنتش بتاكل كويس كنتش بتنام كويس في أسباب كل حاجة ليها أسباب فاحنا حتينا السيستم ده السيستم لما طبقناه من أول اولمبياد 2016 14 الشباب 16 ريو دي جينيرو منتخب ما كانوش مبسوطين لانه كان عايزين بقليهم الرأي احنا لغينا هذا انت كمدرد منتخب مطلوب منك تحسن هذا اللعيب لأحسن حاجة تقول عليها بس انما مين اللي حيلعب مش بتاعتك